بعد ما غنى مكانها اليوم في دبي تامر عشور بيفضح حسام حبيب أمام الكل بسبب شيرين عبدالوهاب ويكشف حقيقته وقال عليه أنه خبيث وفاشل علق النجم تامر عشور على الأزمة الأخيرة للنجمة شيرين عبدالوهاب بعد انتشار تسريب صوتي للفنان حسام حبيب بيتحدث خلاله عن معاناة شيرين من استغلال أهلها لها حيث كتب تامر عشور وقال كل اللي قدر أقوله في موضوع شيرين عبدالوهاب أني مفيش كلمة واحدة بس من اللي تقالت وانتشرت صح أنا قريب جدا من أهل شيرين ووالدتها واخوها وقال أنا برضو أقول لها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وبتحب فنها أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين ثلاثة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها ونسها اللي شروها من على الأرض شيل يارب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل كمان هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها في كل مشاكلها أنت بمن حولك لو اللي حواليك فشل غصبا عنك هتبقى فاشل زيهم وهتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة أنا كانت يعيش وملح في بيتها وفي بيت أمها واخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي تقالت وتسمعت ليها أساس من الصحة أهل شرين هم هم أهل شرين من زمان قوي أما بخصوص تعليق شقيق شرين عبد الوهاب على التسريبات الصوتية اللي صربها حسام حبيب قائلا توضيح بشأن التسجيل الصوتي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أولا أنه سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأجاذيب والتي تطال من سمعة ونزاهة من شملهم التسجيل الصوتي ثانيا صاحب التسجيل الصوتي أيا كان شخصه يتعمى التناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة ثالثا دون الخوض في تفاصيل جميع الاتهمات ومحاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها جميعا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجال للشك كذب تلك الإفتراءات وعدم مصدقياتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية وحياتها العملية واختتم حديثه شقيق شرين عبد الوهاب وقال نهيب بالسادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتي أو إعادة نشره حفاظا على سمعة من شملهم التسجيل ولتجنب المساءلة القانونية موسيقى